الآن أنتم في اجتماعاتكم كقوة سياسية تفكرون بأنه تكمل الحكومة أو الطبقة السياسية الآن ما تبقى من عمرها ثلاث سنوات لو الآن تفكرون بمرحلة انتقالية والله أستاذ نجيم يعني إذا فكرنا تبقى ثلاث سنين ما سوى نشي فنحن نفكر في تشكيل حكومة مؤقتة لفترة انتقالية مدتها من ستة شهر وبالزايد إلى سنة بحيث أبعد مدة تكون انتخابات مبكرة فيها هي كانون الثاني لعام 2021 يعني سنة كاملة منها تقريبا سنة أو شهر تيجي أو صير انتخابات مبكرة نحن ندعو إلى تشكيل حكومة انتقالية برئيس وزراء مستقل ووزراء معه متعاونين مستقلين على أن لا يشتركوا في الانتخابات القادمة في انتخابات القادمة ولا تفرز الحكومة القادمة يجب أن لا تفرز هذه الشخصيات مرات شيء يقول لك أنا ما مشترك بالحكومة بس الحكومة الجديدة رشحتني أنا مستقل لا 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 حتى ترشيح ما نقبل ترشح الحكومة الجديدة فنحن ندعو إلى حكومة انتقالية يجب أن تكون هذه الحكومة بموافقة المتظاهرين أكرر موافقة المتظاهرين لو تشكلت حكومة من قبل الأحزاب السياسية والله لو كانوا بأتم النزاهة وبأعلى الكفاءة لن يرضوا عنهم المتظاهرين لأن هناك أصبحت انعدام ثقة بين المتظاهرين وبين الكتل السياسية التي شكلت الحكومات السابقة الكتل السياسية لن تستطيع وليس لديها القدرة والإرادة على التنازل عن مكاسبها التي اكتسبتها خلال ستة عشر عاما ولا تستطيع أن ترضى أو تقتنع بالواقع الحالي الذي يقول أن اليد الطولة هي للشعب العراقي اليد الطولة هي للمتظاهرين وأن عليهم ضغوط خارجية من جهات معينة فأصبحت بين نارين نار قبول وتنفيذ مطالب المتظاهرين ونار الضغوط الخارجية نحن ندين ونرفض أي تدخلات خارجية من أي دولة إذا كانت هذه التدخلات تدخلات في الشأن العراقي أما تدخل من أجل مصلحة البلد من أجل منقاذ البلد لا بأس بذلك حكومة السيد عادل عبد المهدي استقالت دون أن تعتذر للمتظاهرين دون أن تعتذر لعوائل الشهداء هذا استخفاف وتكبر واستعلاء على ما قام به المتظاهرين من تضحيات بل كانت إذا تسمح لي كانت الخطبة خطبة المرجعية هي خطبة موجهة ليس للسيد عادل عبد المهدي بل موجهة إلى مجلس النواب كأنما تقول لهم تصرفوا مع هذا الرئيس ورئيس الوزراء خاطب المرجعية وكأنما المتظاهرين لا شيء بالنسبة لهذه الحكومة هذا نذر أو نذير شوم أن هذه الحكومة وإن ذهبت ستأتي حكومة غيرها لا تعبأ بمطالب المتظاهرين والمتظاهرين لن يقبلوا بحكومة تشكلها الكتل السياسية وبذلك أعتقد اعتقادي آني شخصي مو رأي جبهة أن العراق سيدخل في منزلخ خطير في حالة تصادم بين قناعة المتظاهرين في تشكيل الحكومة وقناعة الكتل السياسية التي لن ترضى أن تتنازل عن أي شيء من مكتسباتها لأنها لو تنازلت بس هيا خرجي لأنها لو تنازلت ستنكشف ملفات الفساد الإداري والمالي والمحاصصة والمغانمة وممكن أن تدخل بمحاكمات لا تحمد عقبها بالنسبة لهذه الحكومة